اليوم فما صحب الآلي من الموازعات المالية الآلية فيها عديد الخروقات وعديد الشبهات منتاع الفساد فما ناس تصب وامي في حسابات منتاع الكارت البونكير والأبوست ويقوموا بالصحب ثم فسخ الاستوريك انتع الكارتا هذيكا وتهم على أنه فما استلاءات بالمليارات معزل حج منصور وهذا الملف رغم فتحه قضائيا بقى في نفس الخطوة اللي بدأ بها ولم يراود مكانه واليوم نتحدثه على خسائر للبريد التونسي اللي حبينا ولا كرهنا هو الأمل اللي متاعنا باش يتحول إلى بنك شعبي هو كيف نفسر هذا البطء في تعاطي نيابة عمية أو في تعاطي القطب القضاء المختص في البد في ملفات الفساد الكبرى ومن بين هذا الملف ونفسر ونقول وراه هناك تعطل أجهزة القضائية لك أسباب عديدة نظيف لك أين هي أجهزة الرقابة للدولة غير موجودة تغط في نوم طويل وبعد أنا أقول لك مسألة أخرى وأنا مش نسرقها مع السياسة الدوادي يجب إحالة كل الذين يعملوا في أجهزة الرقابة بالدولة على التحقيق في أملاكه وأملاك أقاربهم هذا ضروري وضخ دماء جديدة كما ذكر النائب بدرديل جامودي أنا منذ حين وهنا نستمع البدرديل جامودي فهمت لماذا تم إبعاده فهمنا لماذا يستبعد خبير مثل لسعد الدوادي من استشارته أو من المشاركة كخبير في السلطة السياسية نفهموا علاش لأن المافيا المالية مش كان في البريد التوصل هذه السرقات فيما يخص نقديات تونس أو لكارت بونكر أنا تعرض شخصيا إلى سرقة من بنك خاص بنفس الطريق في سنة من السنوات وبقيت طيلة عشر سنوات ألغيتها أصل هذه الخدمة البنكية نقول لك مسألة ثانية يجب أن نفهم محمد أن البريد التونسي كمؤسسة وطنية وقلنا هذا في بلدته هذا يجب العمل على تنظيفه وحيماته وضخ دماء فيه وتحوله إلى بنك شعبي حتى هذه الإخلالات الموجودة لا يجب أن تبعدنا عن أرتبالك انصلحوا فما ملفات فساد أخرى ولكن هذا البنك مستهدف قلنا سابق مستهدف من أجهزة الدولة التي تعملت المافيا المالية كل أجهزة الدولة والبريد التونسي يعملون بكل ما لديهم وتحدثنا على ألف ومئتين أكثر من ألف ومئتين فرع بنكي في جميع أنحاء الجمهورية وأكثر من ستين مليون حساب في هذا البنك وأكثر من عشر ألاف في دفائر الاندخار اللي استولادت علىهم صندوق الوداء باشي قولوا للتونسي خلي على مسؤوليتنا الرئيس قيل سعيد يفتح ملف إن كان هذا الملف صحيح والتحقيقات تثبت أن هناك عمليات سرقة يجب إحالة الجميع إلى البحث بيه والتحقيق والدعب السجر أنا سؤالي للاسعد اليوم حسب لوديت اللي طلبتها البريد التونسي من أحدى الشركات الخاصة أو حسب تقرير هيئة الرقابة المحاسبتية فم إخلالات وفم عشرات المليارات مش موجودة هل هكذا تغلق الملفات؟ أولا عندك ثم مسؤولية لأن البريد التونسي عنده مراقب الحسابات متاعه من المفروض أنه طبقا لمجلة الشركات التجارية عليه أن يعلم وكيل الجمهورية وهنا يطرح السؤال هل أعلم مراقب الحسابات وكيل الجمهورية بهذه العملية أم لا إذا اليوم يتضح وأن هناك جريمة فتولي مسؤوليته المدنية والجزائية ثابتة لغبار عليها سؤال آخر يطرح نفسه هل أن مراقب الحسابات الذين تعاقبوا على البريد التونسي هل أنهم تحصلوا على مهمات استثنائية من البريد التونسي في دوسن على الفصل 13 من الأمر 529 لسنة 1987 إذا كان مراقب الحسابات متاع البريد التونسي تحصلوا على مهمات استثنائية هنا تولي كلهم المسؤولية متاحهم المدنية والجزائية ثابتة لأن الأمر اللي يتعلق بمراقبة حسابات المؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة كل رأس مالها يحجر عليه أنه يأخو أجور زائد عن أجرته ويقوم بهم مهمات استثنائية علما أراه مراقب الحسابات يحجر عليه متاع المؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة كل رأس مالها خلينا نفسرها النقطة هذه لأنه ثم مشكلة تشريعية والعصابة والمافيا حررت وصاغت مجلة الشركات التجارية لفائط المافيا وإلى حد هذه اللحظة عنا مراسلات تتعلق بهذا خلال سنة 2023 والمافيا تتسطر على الأحكام الفاسدة الواردة بمجلة الشركات التجارية من الفصول 13 وما بعد منها فاصل 265 اللي يقولك يحجر على مراقب الحسابات قبض أجور زائد عن أجرته لكن ما عملوا لونه عقوبة جزائية يا مريكا العقوبة توصل 20 سنة لا أسعد المعطن طاعك مزيان لا 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 أرجع لي أنا وقت لي نحكي مش على المافيات وإنما أتحدث على مسؤولين يوم وقت لي نلقاو بطاقات سحب آلي وهمية وفيها حسابات وهمية تنجم تصب فيها فلوس ثم تخلق رصيد تخلق رصيد تمشي تقذي بها وتشري بها من المغازات وهم تخدوها تفسخ الاستوريك كامل تخلق هو شنوه؟ شنوه هذا؟ جي تدخل للمنظومة المعلوماتية تخلق حساب وهمي تحط فيه رصيد تمشي تسحب ومن بعد تفسخ البيانات دي ما دي معناتها العملية واضحة أنا اليوم رئيس الجمهورية هاو بش نتوجه له بدعوة من خلالك يا رئيس الجمهورية المسؤولين الحاليين توا أبعدهم خوذ قرار بإبعادهم من المسؤوليات توا يبعدهم أنا كان جاء عندي أنا القرار يتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم مباشرة طبعا فهمتي للتحقيق وكذا وإبعادهم فهمتي وكذا بش نزيدك أحويجة أخرى اليوم مثلا البريد التونسي يتعرض إلى عملية تخريب طرعاها السلطة هاي طلعا شنو كيفاش طلعا شنو وآثرناها حتى في البرلمان والجواب معنتها اللي صادر على الوزير أنا ذاك جواب تعيس اللي يصدر على الوزير أنا ذاك هو أنه عندك اليوم يا سي محمد شركات تقوم بالنشاط البريدي وهذه جريمة دون ترخيص من الدول عندك على الأقل ستة أو سبعة شركات خاصة بما في ذلك شركات أجنبية عملاقة عالمية ها ويتفرجون عليها وطرحت هذا أنا السؤال عن طريق البرلمان وكانت الإجابة أنه رأوا رفعنا قضايا ولكن للقضاء ما يبشيش معنا كيفاش القضاء ما يبشيش وقت اللي الجريمة واضحة أنه أي شخص يمارس نشاط بريدي دون ترخيص من الدولة يعتبر مرتكب لجنحة يعاقب عليها بالسجن هذا غير معقول هذا توا أنا أحدث فيك يا محمد يتعرض إلى منافسة مش غير شريفة غير شرعية منافسة فما فرق بين غير شريفة وغير شرعية هذه منافسة غير شرعية هذه منافسة مرتكبين لجرائم هذه شركات دولية عملاقة تنافس البريد التونسي ونحن لم نتفاوض بخصوص تحرير الخدمات البريدية سواء في إطار المنظمة العالمية للتجارة أو ما يسمى بالاتحاد الأوروبي